عدى نواب عن محافظة كربلاء جرمة اغتيال الأكاديمية والروائية على مجذوب استهدافا للعقل العراقي ومحاولة من أعداء العراق لخلط الأوضاع الأمنية في البلاد داعينا إلى إعادة تنظيم الملف الأمني في كربلاء والعراق بشكل عام واستهداف ليس فقط للأدباء وللمفكرين وإنما استهداف للعقل العراقي وأيضا محاولة من أعداء العراق ومحاولة من المتربصين لهذه المدينة الآمنة المقدسة أضفاء صورة من عدم الاستقرار الأمني ونحن خاطبنا قيادة العمليات وقيادة الشرطة بضرورة توخي الحذر ومحاولة كشف ملابسات الجريمة ومحاكمة الجنات وتسليمهم باعتبار أن نعتقد بأن هذا جزء من المؤامرة اليوم على هذه المدينة وعلى كل العراق لأضفاء صورة من عدم الاستقرار كما قلت نحن اليوم نرى في وسط مدينة كربلاء جموع المحتجين والمعزين جاءوا هنا استنكارا لهذه الجريمة ونحن كممثلي لمدينة كربلاء المقدسة نقف معهم وسنضع يد بيد لملاحقة الجنات والعمل على تقديمهم إن شاء الله إلى القضاء العادل